اشتركوا في القناة مراسي واشاطئ ووترغاردين سيتي فعاليات مهرجان شواطئ البحرين استطاعت ان تكون وجهة جاذبة لمرتدي الشواطئ حيث اعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض ان المهرجان تمكن من جذب نحو 270 الف زائر من المواطنين والمقيمين والسياح خلال فترة اقامته من السابع من يوليو وحتى السابع والعشرين من اغسطس من العام الجاري واشار الرئيس التنفيذي لشركة ادامة السيد امين العريض الى الاثر الايجابي الكبير للمهرجان في تحقيق هذا العدد الكبير من الزوار مضيفا بان محصلة فوائد هذا المهرجان لا تقتصر على الشواطئ المشاركة فيه فقط بل امتدت لتشمل ايضا شركات تنظيم الفعاليات والمطاعم والفنادق وغيرها وتضمن المهرجان توليفة متنوعة من الانشطة والعروض الفنية والترفيهية اضافة الى العروض الموسيقية والمطاعم المتنقلة الى جانب الرياضات المائية التي جذبت محبي البحر في فصل الصيف